كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الإسرائي والمعراج خلال البرقية أعرب وزير الداخلية عن أمله أن يعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار وأشار إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يؤكد أن إرادة الله دائما ما تدعم العمل الجاد المخلص كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسرائي والمعراج للمستشار الدكتور حنفي دبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأزراء مصطفى مدبولي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمغندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام موسيقى